المرصد بتاعنا اللي احنا بنرصد به الأخبار وبنعلق عليها من المنظور الدين وبنهتم جدا بالأخبار الدينية أو اللي هتماس واحتكاك بالرؤية الدينية لأمر من الأمور بنستعين بالله علشان برضو المسلم بتاعنا يبقى ملم ومحيط بالأحداث المحيطة حوله منه يبقى أنت وانت بتقرأ الجرنان بتبقى ليك رؤيتك أو تعرف حتى رأي الدين في هذه المسألة وهل المسألة تخص الدين من قريب أو من بعيد ولا ما تخصوش أو تأثر بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر لأن انتوا شايفين أنه الأعداء الدين أو اللي ليهم مواقف مع الدين بيتصرفوا بشكل احترافي يعني ايه شكل احترافي يعني هو ما بيتكلمش بشكل مباشر أو بيدرب بشكل مباشر في عقدتك أو في تقاليدك أو في سلوكك لا 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 الكلام ده كان زمان الفلحانة دي في التناول الإعلامي ما بقتش موجودة دلوقت في دلوقتي حاجة اسمها الحديث غير مباشر حديث غير مباشر ما بقولش الغير مباشر لأن غير لا تدخل عليها قل يبقى الحديث غير مباشر اسمها كده الحديث غير مباشر هو اللي بيخليك بيلتفت إليه الناس اللي وعية مش هقول الناس المتعلمة أو المصقفة لا ده فيه واحد بيكون ما بيفكش الخط بس واعي عنده فإحنا عاوزين نزود الوعي احنا عاوزين نزود جرعة الوعي بحيث ان احنا نبقى وعيين ها فهم نبقى وعيين للاحداث المحيطة بينا لان انت شايف يعني فيه واحد اعلامي قاعد يستدرج الناس في الحرب على الاخوان وفي الحرب على الارهاب وفي الحرب على السلفيين وفي الحرب على التطرف طب لحد ما فاجأتي به بيهدم السوابت بتاعتك الناس طبعا كلنا كلنا كنا معاه قلبا وقالبا لانه قال كلام مهم جدا وكلام في منتهى السعادة واحنا بنسمعه وهو بيهاجم التيارات المتطرفة والتيارات المتخلفة والفتاوى الارهابية وده كان محق فيها تماما انما الظهر النواة الحقيقية بقى بانت بقى في هدم السوابت الاسلامية وهدم السوابت اللي احنا كنا متفقين عليه بس بعد ما ايه بعد ما كلنا بما فيكم انا يعني عشان تبقى عارفين شربنا الطعم بس هنا بقى بيفرق الوعي من انسان التاني فكان لازم علينا احنا نقف وقفة نظام ونبين ونناقش القول مش القائل والفكر مش المفاكر والكتابة مش الكاتب والعقيدة مش المعتقد يعني احنا همنا في الموضوع مش الاشخاص الاشخاص على عينينا على رأسنا قد يكون ائمتنا في الجنة وسادة اهل الجنة لكن احنا همنا ان احنا نكشف الامور المسطورة والمستخبية وخلافه وده امر مهم جدا لان احنا العبس في السوابت والعبس في المؤسسة الدينية نفسيها او الاحتكاج بالمؤسسة الدينية من غير اهلها دايما بنلاقي انه المسألة فيها حسابات اه بتاخد مجرى تاني او بتاخد حسابات تانية لازم ناخد بنا منه وننتبه اليه فطبعا لما تفاجأ ان التراث بتاعك كله بقى زبالة ولازم يتريب في صفحة الزبالة ده كلام خطير لما تكتشف انك لازم تدمر وتتخلص بطراثة لما تكتشف ان الجهاد الجهاد مفيش جهاد بعد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يعني هدم حوالي مثلا اقول ايه تلت ايات القرآن علشان بعض الداعشيين استخدموا خطأ وبقت دلوقتي الفزاعة اللي بيفزعوك بيها لو انت تكلمني يبقى انت بتكرس لفكر داعش يبقى انت تابع الاخوان يبقى انت متطرف يبقى انت جماعات يبقى انت يبقى انت يبقى انت لا 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 احنا مش عاوزين نتراشق بالاتهامات لان لا مزايدة على وطنية احد من المصريين ابدا كائنا من كان كلنا مصريون وكلنا نعشق طراب هذا البلد ونحترمه فعلشان كده بنقول انه انه مش علشان مسلم سرق يبقى الاسلام بيأمر بالزنا مش علشان مسلم قتل يبقى الاسلام بيأمر بالقتل مش علشان ناس استغلوا اللوجو او سلوجن او الشعار بتاع الجهاد زي بتوع داعش وزي الارهابيين دول وزي يبقى معنى ذلك ان احنا بنتكلم عن التمهيد لفكر داعش او التمهيد لا 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 الجهاد سيبقى هو الجهاد محجبة اتصرفت تصرف غير ملائم انه يبقى كان الاسلام هو الذي قال هذا الكلام مش علشان واحدة منقابة اتصرفت بعنف ولا بشدة ولا اتصرفت او واحد رجل تخفى في النقاب يبقى احنا نجتم في كل المنقبات لا ما فعش كلام يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة ان فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ربنا يقول ولا يجرمانكم شان انوا قوما على الا تعديلوا لازم يكون عندنا عدل واتزان في وزن الامور مش علشان واحد ملتحي كالنصاب ولا متعنتل في المحلة وعمل فساد في الارض هناك يبقى كل الملتحين عناتيل وكل اللي بيلتحوا في الدين يبقوا لا طبعا مش علشان امثلة سيئة شفناها تفقد ثقتك في الله زي الشباب المتهور للمساكين اللي 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 حصلوا حالة من حالات الاحباط فقرروا يقولوا ان احنا ملحدين فقلت قبل كده ان الحد ده حالة نفسية حالة نفسية ما هواش ما هواش سلوك علمي محترم او وقور نستطيع المحاورة والمدورة فيه لاني طالما راحب بينكر المنهج العلمي وبينكر الاستشهادات وبينكر المرئيات العلمية انت هتتكلم ايه يعني وتنكر العين وضوء الشمس من رمض وينكر الفم وطعم الماء من صخم فانا عاوز اقول باختصار شديد انه احنا كلنا لازم يكون عندنا اتزان في الفكر تعالوا نساعد بعض احيانا وانا بتكلم يحصل لجنوح فتيجي انت تردني ايها المشاهد الكريم وتقولي لا انت عندك جنوح في هذه المسألة انت لو سمحت طالما ما بنعملش كده احنا بنقع في مشكلة لان الاعلاميين ما هماش انبياء وما هماش قدسين وما هماش رسل كل انسان ينصيب ويخطئ فاذا كان مزايا هذا البرنامج مثلا انه خلانا نعيد الفكر في امور كثيرة احنا كنا واخدينها من المسلمات ومن السوابت طب و ليه لا ان احنا ما نعيدش النظر تاني في الكلام اللي بيقوله الاعلامي نفسه ونطرحه على مائدة البحث ونطرحه على مائدة القبول والرد من غير لا التجريح ولا 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 تقبيح ولا تكفير ولا تحوير لا طبعا احنا هو ده الكلام اللي احنا بنقوله ونحافظ تاني على امتنا وعلى تراصنا الجميل نسمع كلمة ابن تيمية ان نقول رضي الله عنه وارضاه نسمع كلمة البخاري نقول رضي الله عنه وارضاه ونسمع عن الصحابة نقول وعن تراصنا الفقه واحنا بنحترمه احنا مش لصالحنا ابدا ان احنا ما نحترمش الاكابر بتوعنا العلماء دول والفقهاء دول هما الاكابر بتوعنا اللي لازم نحترمهم وحنظل على احترامهم رغم ان في اي كاره او حاقد ده كلام مهم جدا احنا بنقوله موسيقى موسيقى